السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي من جديد في مطبخ ساليف حسناء نتمنى البنات تكونوا كاملين بخير على خير في احوال طيبة ان شاء الله يا ربي سيبت هاد الحرشاء اللي صراحة كتجيل ديدة وخفيفة وبمكونات جدا بسيطة ما تتاخدشنا نهائيا وقت طويل دغاية كتوجد ندوز المكونات الطريقة ديال التحضير خليكم معي ان شاء الله اذا البنات هادا هم المكونات اللي هنخدم بهم عندي جوج حبات من البيض نضيف نصف كأس ديال الزيت كأس ديال الدقيق الأبيض كأس ديال العصير البرتقال كأس ديال السميد الرقيق ماشي الفينوس ميدا الرقيق اللي كنصيبو بها الحرشة عندي نصف كأس دير سكر سانيدة عندي ساشي دير سكر منسم بالباني عندي جوج خمالات من فئة 8 جرام 8 جرام صافي ودابا غض نبدو البنات مباشرة نخدمه في هد الحرشة هادي نضيف سكر سانيدة بالنسبة للباني إلى مكان شربنات ممكن أننا نعوضه بالقشور ديال الليمون والقشور ديال الحامض غير الراس ديال المعلقة تكون كافي سوف نأخذ الطراب الكهربائي او للطراب اليدوي او للكاس اللي كنت تحنوا فيه العاصير اللي عندكم خدموا به النتيجة كتكون واحدة ان شاء الله فكنا نبدو نطلع هاد البيض مع السانيدة كيف الكيك العادي كنبدو بسرعة متوسطة من بعد كنطلع الصراحة كيتطاعف الحجم ديال هاد البيض مع سكر سانيدة وكيتبدل اللون دياله صافي وغدا نبدو نضيف الزيت وعاصير البرتوقال اللي صفيناه ضروري من عاصير البرتوقال وكان بقى وغدا نطلعه فهد البيض هادا كيما كتلاحظو دائما السوائل والنواشف كنضيفهم للكيك والحرشات واللبس بوسات كنضيفهم على دفوعات متتارية فمن بعد احد الاسباب ان انا اضافنا السوائل والنواشف البيض اللي طلعنا في الكيك والبس بوسات فكتكون الكيك والبس بوسات جاية طالعا مذيان وكتنزل اولا مني تنخرجوها من الفران تتنزل فهدو يعني نقط كيخليو الكيك يخليونا نوقعو فهد المشاكيل هما هدو البنات يعني من ضيفوش السوائل والنواشف على البيض اللي طلعنا دفعة واحدة كنضيفوه على دفوعات متتالية كما لاحظتو ودا ببديتك نضيف في عصير البرتقال اللي مصفي مزيان من القشور صفا يرقيق على هاد الشكل هادا قبل من بدن نخدم هاد الحرشة اللي بنات خديت المقلة دي اللي مسم من صغيرة وداها انتها بزبدو ورشيتها بشوية دير سميدة رقيقة وحطيتها على جنب مني وصلت لهاد المرحلة هذي راني شاعد الفران تي سخون على درجة حرار متوسطة باش مني نكمل اللقاء الفران سخن هو هاداك وندخل فيه هاد الحرشة هادي يعني حتى الفران اللي دخلنا هاد المسائي الباردة فمني كنجيو يعني كتبدأ التحمار كتكون غدا تطالعة كتطلع بحلي شوية كتكوول لنا وحد القشرة مع جنب مكتجيش يعني لاحر شالة بسبوسة لكيك مزيان فالفران خاص وضروري يكون مسخن سوى الفران دي الغاز سوى الفران دي الضوء يكون مسخن من قبل واحد جوش دي الضقيق حتى الثلاثة يكونوا كافيين صافي لبنات اضفت الطحين والسميدة يعني مرة كنت ندير طحين مرة كنت ندير سميدة رقيقة حتى تكملت الكيمية كلها صافي وضفت الخمارات مع شوية دي الضقيق اللي بقالية صافي وغدا نخدم هذا العناصر مزيان بهذا الشكل هذا يعني سهل لو كتوجد ضغياء هاد الحرشة هذي يعني ممكن تاخدش النا وقت كتير ونضيف اللي تبقى ليها من السميدة الرقيق على هاد الشكل هادا لبنات صافي ما كان نحتاجه لنسقي ولولو هاد الحرشة هذي هي اصلا تجي رطبة لان الخليط يكون خفيف وكل ما كان الخليط في الحرشة يعني اللي كنخدمه بسميدة خفيف كتجي يعني رطبة وهم هوية من الداخل عكس الكيك اللي ما خصوش يعني نخفوه بززاف خصوصا إلا درنا في شي نوعدي المكسرات ما خصوش يكون خفيف حصو يكون شوية تقيل صافي يا لبنات غدا نجيب المقلة اللي دهنت هي هادي غنكوب فيها هاد الخليط هذا اللي غايبا اللي كوم رايح خفيف وكل ما كان البسبوسة ولا الحرش خفيفة فالنتيجة كتكون مزيانة صافي غدا نخويها في هاد المقلة هذي اللي مدهونا مزيان دهنوها مزيان بزبدو ورشوها بسميدة رقيقة صافي كما تلاحظو الخليط خفيف فمن هي كتجي طيب وهي كتنشف كتجي هي هاديك هاد الحرش هادي صافي لبنات غنطيب هات الحرش هادي وانتلقى معاكم ان شاء الله بعد ما طيب خليكم معايا ان شاء الله هذه الحرش الابنات بعد ما طابت يعني خليتها الفوق وول وول حتى التحمرات وبدأت كتتشمع يعني بدأت كتتعطي الحموري على الوجه صافي نزلتها وخليت الفران محلول صافي غيت ذهب اللون ديال وخرجتها وانخليها تتبرد على الحية وهذا هو الشكل ديال الحرش الابنات بعد ما حيتها من المقلة يعني خلي واحدة تتبرد بصيفان يائية صافي مني كتجي تقلبها كتلقاها يعني تلقات من المقلة ما بقى تشادها صافي كتقلبوا على الوجه ديالها واحد للنقطة لابنات في الطياب هاد الحرش مكتبغيش للفران يكون منقوص إذا نقصنا الفران فرا غتجي الحرش قاسحة فكن نخليه الفران الطياب دياله عادي باش كتطيب يعني دغيه وكتبقه محافظة على الرطوبية ديالها ممكن أيضا لابنات نديروا هاد الحرش فمولة فردي يعني حرشات صغار وذا والشكل ديال الحرشة لابنات غدا نحاول نقطعها قدامكم باش تبال لكم يعني ش حركة جيه شيشة وخفيفة ورطبة الواحد درجة كبيرة مهوية من الداخل كما كتلاحظو هانتم البنات كنحاول نقرب حتى الكاميرا يعني صراحة ان شاء الله غتجرب وغير تبقى معتمدة عندكم كتجيه صراحة هي شيشة ولديدة وكنشكركم البنات بزاف بزاف على حسن المتابعة وعلى التعليقات اللي كتخلي لي وعلى كلام الطيب اللي فعلا نابع من قلوبكم وكيوصل القلبي فشكرا جزيلا لكم البنات ما بقى لي إلا نقول لكم تهلا وفراتكم بزاف وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته